أنا حرجع لي استقالة رئيس الاستخبارات الإسرائيلية لعسكرية الإسرائيلية واستقالة لما حدث لإخفاقه في 7 أكتوبر ولا بتقول حريك انها استقالة قلقا من المحاسبة مما يحدث من المجأز هو رئيس الاستخبارات العسكرية في أي جيش هي عقل هذا الجيش وشعبة عملياته أو هيئة عملياته هي قلب هذا الجيش رئيس شعبة الاستخبارات وجد نفسه أنه لا يسمع تقاريره ولا يسمع آراءه وأن الموضوع أصبح يدار من مجلس الحرب بقية ناتنياو كل تقارير رئيس الاستخبارات نحيت جانبا وأصبح حتى كمان هناك ضغط على رئيس الأركان هليفي وهليفي من الناس المتعلمين من الرؤساء الأركان من وجهة نظرهم الكويسين يعني الفكرة كلها في حضرتك أن المستوى السياسي في إسرائيل علشان يضمن سلامته زي ما ساتك أشارتي بيضحب كل القادة العسكريين في الميدان علشان كده بقول لحضرتك بأكدلك أن استقالة رئيس هاية الاستخبارات طب ما هو أهليفي مقدم استقالة قادة كتير قادة المنطقة الجنوبية مقدم استقالة أطرافا بالمسؤولية ومع ذلك ما استقالوش لأن المعركة ما زالت فيهن في الميدان أما رئيس الاستخبارات لجأ لفكرة تأكيد الاستقالة الفورية لأنه لا يسمع قراراته أو تقاريره بالإضافة إلى خوفه من محكمة جرام الحرب طيب